بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معا شابتر Course Contents محتويات المقرر ونستكمل معا شابتر 7 Power Screws وبنوضح فيه كيفية تصميم Power Screws وهو يعتبر تطبيق لنقل القدرة Power Transmission عن طريق استخدام أسنان القلوز ثم ننتقل إلى شابتر 8 Driving Shafts أو الأعمدة أعمدة نقل القدرة الميكانيكية بالطب وبنتعرف في كيف يمكن تصميم الأعمدة المختلفة عن طريق تحليل القوى الواقع عليها ومن ثم تحديد أنواع الإجهادات المتولدة فيها ثم تأتي عملية التصميم لتلافي حدوث الفاليور نتيجة هذه الإجهادات شابتر 9 بيتكلم عن Design of Keys and Couplings أو استخدام أو تصميم القارنات وفيه بنتعرف طبعا على أنواع القارنات المختلفة سوى إذا كانت Rigid Couplings أو Flexible Couplings وأيضا بنتعرض إلى كيفية التصميم لهذه القارنات الشابتر 10 بيتحدث عن Introduction to Gears أو مدخل إلى التروس التروس بالطبع هي تستخدم أيضا في نقل القدرة الميكانيكية وبنتعرف فيه على التروس وأنواعها المختلفة ثم ننهي الكورس بالSpring Design أو تصميم اليايات بمختلف أنواعها وإحنا عارفين طبعا أن سبرينج بتستخدم فيه امتصاص الطاقة ولها تطبيقات عدة زي مثلا في السيارة أو الصدمات اللي بيبقى موجود في السيارة وبكده ننتهي من ونلقاكم في الدرس القادم إن شاء الله